أهلا وسهلا بكم ببدويترايد البيتكوين انفصلت عن الأسواق التقليدية باينانس بدأت تخوفني وكثير أخبار مهمة عن عدة عملية رقمية مثل ما عودتكم هنا يوميا وبنالكم أخر أخبار الكريبتو اشتركوا في القناة دعنا نبدأ أول شيء سأبدأ بالوضع العام لفضل النظر هذا المكاول سأردتكم على روسيا عملت اختبار لضربة نووية استباقية إذا حدا هجامهم يردوا عليه بشكل سريع اختبرتها بالبر والجو والبحر يعني ما بعرف أرجح أمريكا ستعمل الأمر نفسه قريبا بس لي يفرجوا عضليتهم هن وروسيا وعن جد لا تذكرت غير مقولة لأنشتاين الحرب العالمية الثالثة إذا تحاربت بالأسلحة النووية الحرب الرابعة ستكون بالعصر والحجارة يعني اللي سيودونا على العصر الحجر بسبب جنون العظم اللي عند بعض الدول ناحية تانية عم نشوف كمان دخول إسرائيل بلد بدون يبلشوا الدخول البري على غزة الله يساعد أخواننا ويحمي الأبرياء وإنما كان ناحية البتكون والأسواق أسواق البورصة هبطت بشكل كتير عنيف شفنا هبوط لجوجل شفنا هبوط لكتير شركات بينما البتكون بعدها صعدت كسرة أرقام مهمة وبعدها بمراكز كتير كتير جيدة يعني البتكون حاليا 34400 بالرغم من نزيف كتير أو شفناه اليوم بالأسواق التقليدية بعدها البتكون مهداية بشكل كتير كبير البتكون بمراحل كتير عالية بالرغم من كل شي يعني بعض الصعود البتكون أعلى من صعود أغلب العملات أكيد في بعض العملات تتفوق عليه بس بشكل عام عم نحكي أحد الأمور اللي سام بالصعود هو تصفيات تم حرق تقريبا 138 مليون دولار بأخر 24 ساعة أغلبهم شورت ولكن فيه كميات كانوا لونج فيهم ولكن الأغلب بشكل عام 65% منهم كانوا شورت العالم راهين السوق اللي هي هبطوا والسوق فجاءهم وكفة صعود الآن بعدنا برأيي على المدى البعيد إذا كفة الـ S&P 500 بالهبوط أو الأسواق التقليدية لحتى تكفي هبوط على الأرجح لحتى يرتد سهر البتكون لا يوجد يعمل على مسافة على فترة طويلة خاصة حالياً ولكن كل اللي عم نشوفه بالأسواق التقليدية يمكن يكون إيجابة على البتكون لا يعرف ماذا يحدث بالمستقبل ولكن وقت الشركات والمؤسسات تشوف أنه الأسواق الوحيد اللي عم يعمل المصاري هو اللي كربتو والبتكون حالياً في زد الـ S&P 500 والنازدك عم يشوفوا هبوط قوي فيهم يمكن يبال شو يعمل اللوكيشن خاصة أنه خاصة أنه نحن عم نشوف العديد من المؤسسات مثل بلاكروك وكثير شركات عم تدخل على المجال من ناحية العمليات البديلة شركتها مع فودافون يفرجون أكثر وأكثر ما يستطيعون يعملون بالـ Real World Asset بالشركات مع الشركات العادية أغلب الكريبتو يحاجل كل شيء علاقة بالإثيريوم يحاجل وعم يعملون شركات برات الإثيريوم إيكو سيستم مثل AVAX مثل Solana مثل كاردانو مثل كثير شركات كمان عم بلش يشتغلوا الـ Automation 2.0 is now live on AVAX عم يجربوا يجيبوا كل شيء Chainlink من أهم المشاريع Oracle من أهم المشاريع البناء التحتية اللي بيحاجة إلى المجال غير هيك كمان فايل كوين هي عملة العلاقة بالتخزين هي أرويف أهم اثنين بالسوق بس فايل كوين عم يشتغلوا أكثر وأكثر عم يشوف صعود بالاستخدام من الربع للربع صعود بالاستخدام من السنة لسنة عم يشوف تحركات كثير قوية عم يشتغلوا كثير يشتغلوا بالبير ماركت هيدا أمر إيجابي لفايل كوين من ناحية سلبية شفنا يوني سواب بيعه بقيمة المؤسسة باعت بقيمة 43 مليون دولار يوني بآخر ثلاثة أيام هيدا أمر سلبي أكيد ولكن المعاملات عم بتزيد عليها في ظل الصعود الأخير نفس الشيء كمان شفنا بيعه تقريباً 50 مليون عملة غراف يعني بقيمة 5 مليون دولار على منصة باينانس بعد ارتفاع السعر يعني بتلاقي الشركات هنا عم بيبيعوا لياخدوا شوية أرباح ويستخدمون لمصاريفهم أكيد لأنه عندهم لمصاريف على الشركات ولكن دايما بذكركم خدوا شوية أرباح دايما مع الصعودات غرافية من العملات اللي أنا مستسمى فيها نفس الشيء مثل حالياً عم رائب إذا هبطت هذا السعر على عقب بيعهم للخمس مليون عملة على باينانس على الأجرح لها عزز أكيد عملوا دراستكم الخاصة ما عمل لكم تلحقونه في مدولين كثير أنا ماني ما بعمل هون نصائح التسمارية ولكن شاركتكم المعلومات على بدوي أندرسكور تريد من ناحية تانية بلشت خاف شوية من باينانس وحبت شارككم له عم نشوف هروب سيولي كثير كبير من باينانس يعني أول عم نشوف عدد كميات الدولار من باينانس 300 مليون دولار هون هربت باينانس وعم نشوف آخر فترة مليارات مش بس مليارات مليارات عم تهرب من باينانس خاصة من العملات السابتة العالم تجرب تخرج من باينانس وهلأ لاحظت أحد الأشخاص شارك هذه الصورة وشاركتهم إياها حتين هنا عم يعطوا فواية 11 تقريبا 12% على USDT عادةً بيحطوا هالأمور ليجذبوا العالم لعندهم بين هروب السيولة وبين حطهم بلاشت خاف شوي لأن كثير عالم عملوا هالأمور بلاشت خاف شوي من باينانس على عقب هالأمور وهن قيلين عنا أنه خطورتها كثير قليلة هالأمر يجبوا تحطونه هيدا أمر صراحة هلأدي فوايد على عملة سابتة ما بعرف انهم عم بيجيبوا الأموال شكلهم بدوا USDT على المنصة هالأمر خواف مريحني ما في شيء معلومات تانية ولكن هيدا اللي أنا عم شوفه هيدا كل شيء أنا عندي اليوم إن شاء الله انبسطتوا بالفيديو إذا انبسطتوا عملوا لايك عملوا سبسكرب للشانل وأنا فشوفكم عريبا فيديو جديد شكرا للمشاهدة ونمشترك في المنصة أبنى الأمر أبنى أجل من أجل إنعظم